السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعت لنا آية البر أصول الإيمان والأعمال والأخلاق ولخصت لنا أمور الدين كله قال الله تعالى ليس البر أنتو والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولماذا نعمل؟ ألا يكفينا الإيمان بالقلب واللسان؟ ألسنا نؤمن جميعا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ فلماذا نعمل؟ ده يرجع لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالمؤمنون ليسوا سواسية بل يتفاوتون في الأعمال والطاعات تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مئة درجة فلماذا نقبل بالدرجات الدنيا من الجنة؟ لماذا لا نكتهد ونعمل لنصل للفردوس الأعلى؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فنعطي المال عن طيب خاطر للأقارب لأنهم أولى بالمعروف والإحسان ولأن في ذلك صلى للرحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة واليتامة واليتيم هو كل من فقد آباه وهو صغير لم يبلغ الحلم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى باليتيم الذي لا كاسب له وليس له قوة يستغني بها عن الآخرين وهنيئا لكافر اليتيم فهو والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين والمساكين وهم كل من أسكنتهم الحاجة وأذن لهم الفقر ولهم حق على الأغنياء وغالبا ما يتعففون ويفضلون القليل عن إراقة وجوههم بالسؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرت والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفطن فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس فهم قوم لا يسألون الناس إلحافا وتحسبهم أغنياء من التعفف وابن السبيل وهو الغريب والضيف المنقطع عن بلده فابن السبيل ما هو إلا غريب الدار ليس له صديق أقصى همه كيف يكمل الطريق كله طوق نجاتي يتعلق به الرجل الغريق والسائلين وهو كل من يسأل حاجة من الحوائج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلة فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك وفي الرقاب وله أوجه كثيرة فيعطق عبده من الرق أو يشتري عبدا ثم يعطقه من الرق كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق مع سيدنا بلال رضي الله عنهما وهناك من يكاتب عبده على مبلغ من المال فإن أداه فهو حر وهناك أيضا فداء الأسرة من أيدي الكفار والظلمة وتمتلئ السجون بالغارمين من الآباء والأمهات العاجزين عن سداد الدين الواجب السداد فيحبسوا ولا يخف علينا جميعا عواقب ذلك من هدم الأسر وتشريد الأبناء فهلموا جميعا لإخراج الغارمين من السجون وسداد ديونهم والترتيب في الإنفاق وفقا للأولوية فبدأ بذي القربة أولا لقرابتهم وثانيا لحاجتهم ثم اليتيم لأنه منقطع الحيلة تماما فلا كاسب له ولا يملك القوة ليغني نفسه ثم المساكين للحاجة الشديدة ثم ابن السبيل لانقطاعه عن الوطن ثم السائلين لأن منهم الصادق ومنهم الكاذب وأخيرا في الرقاب لأن لهم أرباب يعولونهم وبعد أن نفرغ من الأعمال المتعلقة بالغير نأتي للأعمال المتعلقة بالنفس الأعمال البدنية والأعمال المالية وأخام الصلاة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فيؤديها في وقتها وتكون مستوفية للأركان والشروط والسنن وتكون بخشوع وآت الزكاة عند مرور الحول وبلوغ نصاب الزكاة وآدائها لمستحقيها وفي القرآن الكريم دائما ما تقترن الصلاة بالزكاة لأنها عنوان لطاعة الله جزاكم الله خيرا